موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجيات القطري ويؤكد ارتباط امن الخليج بالامن القومي المصري الفراعنة في مواجهة مصرية امام السنغال اليوم بحثا عن حلم الصعودي للمونديال وفي احدث جولات التفاوض اوكرانيا تطلب ضمانات روسية للموافقة على وضع الحيال الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الجرنة نشط اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم محمد لبنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الى القاهرة مؤكدا دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة اراضيها وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي وذلك في اطار المبدأ المصري الثابت الداعم للطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولا الى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وانهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي شقيق المدال لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثله من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدورة المصرية الحيوية وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الامن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها كما استعرض لمنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا حيث تم التوافق على تكفيف التشاور وتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة المستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وشد رئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالدور الهام الذي تقوم به قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية كما ثمن رئيس السيسي التقدم الملموس في مصاري العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية القطرية ثمن دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك وأوضح متحدث رئاسة أن لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعيدة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار في الفترة القادمة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق قنابل الجيش الثالث الميداني كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتل الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القنابل الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي حيث شاهد بياناً عملياً لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتل الجيش الثالث الميداني والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيداً بما يبذله من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتل القوات المسلحة ستظل دائماً هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الاتجاهات كما أدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع إلى أرائهم واستفسراتهم في العديد من المجالات وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره وفي سياق متصل إلتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما استعرض خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأدار حواراً مع مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تمونية بمضبوطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن من السلع المدعمة و22 ألف لتر مواد بترولية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد على 144 طن كما تم ضبط خمسة أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وإسمنت أكد الرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الاحتفال بالذكرى تعويم السفينة أفر جيفن هو رمز على قدرة المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن كما أشهد الفريق ربيع بالمساندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحولها بعون الله إلى انتصرات وإنجازات أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهد العالم أجمع وبين مساند لجهودنا وبين متأمل في ما يمكن أن نسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي وبين متربس لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة القناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة ونحن نسترجع ما حدث على مدار ستة أيام لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إفارجيبن أتفال بيوم تفوق هيئة قناة السويس هو منسبة للتأكيد على أن الهيئة قد نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تكل خطورة عن أزمة جنوح السفينة Ever Given ومن المناسب هذا الصدد أن نشير إلى جملة ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والإحصائيات رغم تحديات إنشار فيروس كورونا المستجد مع ما ترتب عليه من أصابر مدمرة على العالم أجمع وهي مناجحة الهيئة في مواجهته عبر العديد من السنوريهات فضلا عن تطبيق حزمة واسعة من الحوافز التسوقية كان لها أكبر الأثر في تجاوز المحنة بنجاح وتحقيق أرقام هي الأعلى في تاريخ الحقيقة قناة السويس الأمر الذي يشير بوضوح إلى إن النجاح في مواجهة التحديات كان نجاحا مضاعفا وخلال كلمته شدد الفريق أسامة ربيع على أن هيئة قناة السويس تبنت بدعم كامل من القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القطاع الجنوبي من القناة مشددا على أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة انطلق حرص هيئة قناة السويس على ضرورة استمرار التطوير المجرى الملاحي بما عزز من ريادته العالمية فقد تبنت الهيئة بدعم كامل من القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس وهو المشروع الذي يعده أحدا من أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة هيئة أن المشروع ده فعلا مشروع ضخم وكاننا في حساباتنا أننا ننفذوا من يناير لكننا بدرنا فيه شهر 6 بعد أزمة Ever Given لأننا وجدنا أننا مستعجلين على مشروع القطاع الجنوبي عشان نحسن حركة الملاحة فيه نظرا لأن القطاع ده هو قطاع ديئ في نحناءات كتير تغييرات المائية بتأثر فيه فإحنا اشتغلنا فيه 40 كيلو متر من الكيلو مئة 222 لكيلو مئة 62 متقسم لمشروعين أو يعني وحدتين الأول في البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو من كيلو مئة 22 لكيلو مئة 32 وده بنعمل فيه ازدواج والازدواج ده هيبعندنا قناتين في العشرة كيلو دول هيضافوا لقناة السويس الجديدة هيسمحوا بمتواجد 6 سفن زيادة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وفد التفاوض الأوكراني الموافقة على وضع الحياة المطروح من قبل روسيا بشرط وجود ضمانات أمنية وأضاف الوبد الأوكراني أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة حيث لم يتم توقيع على أي اتفاقيات مع روسيا حتى الآن فما أشار إلى أن نقل المحادثات من بيلا روسيا يعد نجاحا كبيرا لفتا إلى أن المحادثات مع روسيا لا تناقش وضع منطقة القرن أنه يجب أولا أن يكون لك استقرار أن يكون هناك أمن وأن يعم السلام أولا في أدورة بعد ذلك يمكننا أن نفكر في هذا الاستفتاء إذا كل الأطراف وفقت على ذلك فحينها يمكننا أن نوقف هذا الحرب وننهي هذا الحرب ونعود إلى الاستفتاء من جانبه صرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت تبناء وأضاف ميدنسكي عقب انتهاء المحادثات أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وسيلنسكي في حال التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا داعيا كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس بالنسبة للمفاوضات اليوم هذه المفاوضات كانت بناءة وقد تحدثنا عن وتوافقنا عن الاتفاقات التي تحدث عنها رئيسية دولة من خلال مصادقة الاتفاقية بالإضافة إلى النظر في بعض التفاصيل السياسية مع وجود شرط العمل السريع على هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول الوسط إذن هي جولة جديدة من المفاوضات عقدت بين موسكو وكييف في محاولة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت روسيا وأوكرانيا قد عقدت عدة جولات سابقة برعاية بلاروسيا وأخرى افتراضية لكنها لم تصفر عن أي نتائج ملموسة من شأنها إنهاء الأزمة وعودة الاستقرار إلى المنطقة جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية بين الجانبين إضافة إلى بحث الوضع الإنساني المتدهور القيادة الأوكرانية حددت عددا من النقاط للتفاوض بشأنها مع الجانب الروسي أبرزها مطالب موسكو بحياة كييف والضمانات الأمنية بالإضافة إلى التخلي عن الأسلحة النووية فيما تطالب روسيا كييف بالتخلي عن حلف شمال الأطلنطي والاعتراف بالمناطق الانفصالية شرق البلاد كمناطق مستقلة وأيضا الاعتراف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة أوضح أن الهدف الأدنى من المحادثات الجديدة هو حل المشكلات الإنسانية والأقصى هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مشددا على أن السيادة الكاملة على جميع الأراضي الأوكرانية ليست محلا للتفاوض في المقابل أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لفراف عن أمله في أن تتوج الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية بنجاح يتمثل في المقام الأول بإنهاء أزمة المدنيين في دومباس المستمرة منذ ثمانية أعوام الجولات السابقة من المفاوضات بين موسكو وكييف انتهت دون إحراز أي تقدم يذكر ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية تتعالى الدعوات الدولية بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا والتوصل إلى حال سياسي لإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على العالم أجمع قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن الهجوم الروسي على ماريوبل يشكل دريمة ضد الإنسانية وأشار زيلنسكي خلال كلمته أمام برلمان دنماركي إلى أن القوات الروسية ما زالت تحاصل نحو 100 ألف شخص في ماريوبل مشددا على أنه يتعين على أوروبا تشديد العقوبات على روسيا بما في ذلك منع التجارة ووقف شراء النفط وإغلاق المواني أمام السفن الروسية أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إتمام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس مضيفا أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قدم الناتو خطط إمداد ودفاعات جوية لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت الليلة الماضية 68 منشأة عسكرية وثلاث طائرات وقاعدة وقود أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن إجمالية ما تم تدميره حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية يبلغ نحو 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى بالإضافة إلى تدمير 181 قاذفة صواريخ متعددة و726 قطعة مدفعية ميدانية وهون و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إمانويل مكروس سيتحدث هاتفيا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العملية العسكرية في أوكرانيا وأضاف الإليزي أن الاتصال سوف يتناول عملية إجلاء إنسانية في مدينة ماريوبل الأوكرانية المحاصرة ومن جانبه أعلن الرئيس الفرنسي أنه يريد أن يناقش مع نظيره الروسي تأمين العملية الإنسانية في ماريوبل مشيرا إلى أن الهدف هو إطلاقها في الأيام القالية المقبلة يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أوكرانيا اليوم لمناقشة سلامة المنشآت النووية في البلاد وأمنها وقالت الوكالة الدولية في بيان إن العملية العسكرية الروسية تشكل خطرا غير مسبوق على المحطات وغيرها من المواقع في البلاد مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مواصلة عملها بشكل آمن وتقليل أخطار وقوع حوادث أعلنت وزارة الخارجيات الروسية طرد عشرة دبلوماسيين من دول البلطيق في رد مماثل على خطوات تلك الدول ضد موسكو وقالت الخارجيات الروسية في بيان لها إنه تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفين في السفارات الروسية في دول البلطيق موضحة أنه تم الإعلان عن إلغاء اعتماد أربعة موظفين في سفارة لتوانيا وثلاثة في سفارة لاتفيا وثلاثة موظفين في سفارة إسطونيا ومكتب بيسكوف لقنصلية العامة الإسطونية في مدينة بوتروسبرغ مطالبة الدبلوماسيين المعنيين بمغادرة أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة الدول البلطيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبال مليونين وثلاثمائة واربعة واربعين ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الهجوم العسكري الروسي وذكر راديو بولندا أن أمسا الاثنين شهدنا دخول واحد وعشرين ألف لاجئ من الحدود الأوكرانية مقابل سبعة وعشرين ألفا يوم الأحد مشيرا إلى أن معظم اللاجئين الفرين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد كما يوجد بينهم عدد من مواطن دول أسيوية وأفريقية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويشي هاجيودا أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة الدول السبع لتطبيق عقوبات صارمة ضد روسيا وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية رسمية بأن مجلس الوزراء قام بمراجعة مرسوم لتطبيق الحظر بداية من الخامس من إبريل المقبل والذي سيغطي المجوهرات والأعمال الفنية كما وافقت الحكومة اليابانية على حظر تصدير السيارات الفاخرة ومودة أخرى إلى روسيا في ضوء تكثيفات العقوبة الاقتصادية ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت شركات جاز بروم الروسية مواصلة إمداد الغاز الروسي لأوروبا من خلال الأراضي الأوكرانية كما هو معتاد وقال المتحدث باسم الشركة أن جاز بروم مدت أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا كالمعتاد بالتزامن مع طلبات المستهلكين بنحو 109 ملايين و 500 ألف متر مكعب وذلك حتى اليوم قدرت الحكومة الأوكرانية الخسائر الاقتصادية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا بأكثر من 560 مليار دولار وأوضحت الحكومة الأوكرانية أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البناء التحتية التي تدمر جزئيا أو بالكامل بالإضافة إلى العشرات من محطات القطارات والمطارات والتي تبلغ قيمتها 108 مليارات ونصف المليار يورو أكثر من 560 مليار دولار خسائر اقتصادية قدرتها الحكومة الأوكرانية بسبب العمليات العسكرية الروسية في البلاد وذلك حسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية وزيرة الاقتصاد لفتت إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البناء التحتية حيث تدمر جزئيا أو بالكامل نحو 8000 كم بالإضافة إلى عشرات محطات القطارات والمطارات بقيمة تصل إلى 180 مليارات و500 مليون يورو وتطرقت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إلى دمار عشرة ملايين متر مربع من المساحات السكانية بالإضافة إلى 200 ألف سيارة خلال أربعة أسابيع ونصف وقدرت الوزيرة الأوكرانية تراجع النتج المحلي الإجمالي بـ 102 مليار يورو في العام 2022 أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021 هذا وقد تنخفض موازنة الدولة الأوكرانية بـ 43 مليار و800 مليون دولار أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقعة لأوكرانيا وحذرت وزيرة الاقتصاد من ارتفاع وتزايد نسبة الخسائر يوما بعد يوما مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلة أن كييف ستطالب بتعويض مالي سواء من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأسر الروسية المجمدة حاليا في كييف إلى أوكرانيا يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب الفراعين اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب القاهرة بهدف نظيف ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرنجا وذلك للتأهل للمنديال للمرة الثانية على التوالي على قلبي رجل واحد يصطف المصريون خلف منتخبهم الوطني في مواجهته الحاسمة أمام نظيره السنغالي بدكار لخطف بطاقة العبور لنسخة كأس العالم 2022 نتمنى للفوز لمنتخبنا طبعا عشان حاجة دي حاجة بتفرحنا كلنا وتسعدنا يعني بتسعد الشعب كله بجميع أطيافه وفياته تركيز وأي حد يلعب مهم نلعب برجولة ويفرحونا النهاردة إن شاء الله مصر شرفنا بإذن الله وتفوز بإذن الله تعالى إن شاء الله نتعادل 0-0 ونسعد كأس العالم إن شاء الله أقول المنتخب شدوا حلكوا أنت رجالة وأدها وزي مهم أخدوا مننا البطولة إحنا هنسعد كأس العالم ونبقى أحسن منهم وربنا يوفاهم النهاردة إن شاء الله ربي وحكو الناس كلها بتدعيلهم يعني أنهم وفاهم ويكسبوا النهاردة عشان يفرح الملايين دي كلها أنت ريح أعصابك مرتاحة عنه أنت راجل غالب 1-0 هنا هم طبعا عايزين هناك يتعادلوا إحنا المفروض إن إحنا نروح نلغط حتى نكون خلصناه أتوقع ببران النهاردة أنها تخلصت 3-1 ومحمد صراحي إن شاء الله يعني أجيبها دفين يدخل لقاء متسلحا بأفضلية فوزه في لقاء الذهاب الذي احتضنه الساد القاهرة بهدف دون رد ليكون مطالبا بتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هزي شباك نظيره السنغالي للتأهل وقبل لقاء العودة تصب المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مصلحة المصريين حيث التقى المنتخبان من قبل في 15 مباراة فاز المصريون في ثماني مباراة منها مقابل خمسة انتصارات للسنغال فيما كانت تعادل عنوان مواجهتين قائمة الفراعنة تشهد غيابة ثنائية محمد عبد المنعم للإصابة ومحمود حمد الوينش بسبب تراكم البطاقات الصفراء حالة من التفاؤل تسود الجماهير وأمال معلقة لتأهل المنتخب ومشاركته في منديال قطر 2022 وذلك للمرة الثانية على التوالي ترجمة نانسي قنقر ولمزيد من المتابعة حول استعداد الجماهير لمشاهدة المباراة وتوقعاتهم للنتيجة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد محمود بعد التحية يعني انقل لنا الصورة لديك وكيف تستعد الجماهير لمشاهدة المباراة بعد بضع ساعات مساء الخير عليك يوسف ومساء الخير على كل المشاهدين بالفعل يعني ساعات تفصلنا عن المباراة الحاسمة لمنتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم في قطر 2022 الحقيقة يعني كل الأماكن استعدت لاستقبال الجماهير لمتابعة هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء مركز شباب الشيخ زايد كان واحد من هذه المراكز وهذه الأماكن التي استعدت لاستقبال الجماهير الجماهير أو المركز كان مستعد في مباراة الذهاب بحضور عدد كبير جدا من الجماهير يستكمل اليوم أيضا في مباراة الإياب نفس الاستعدادات بتجهيز قاعتين القاعة تسعى لمائة مشجع والقاعة الأخرى أيضا تسعى بمائة مشجع بشاشة تلفزيون وأخرى ستكون بشاشة عرض كبيرة في حالة زيادة عدد المشجعين سيتم أيضا فتحة الساحة الخارجية وتزودها بشاشات عرض كبيرة لمتابعة الجمهور لهذه المباراة أيضا أجواء من الاحتفالات موجودة هنا أو يعني تعبر عن الأمل الموجود لدى الجماهير بتزيين المباني الموجودة داخل مركز شباب الشيخ زايد محمود بالأعلام المصرية محمود يعني كلنا على قلب من يتواجد الآن في مركز شباب الشيخ زايد لتشجيع المنتخب المصري وكل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبين الوطني اليوم في تجاوز هذه المباراة والصعود بإذن الله إلى منديال 2022 محمود جميل مراسل تلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد أعلنت شركة برزنتيشن سبورت رعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية أعلنت تحملها التكلفة الكاملة لطائرتين منتخب مصر والجماهير المسافرة لدعمه في مباراته الفاصلة أمام السنغال وأكدت الشركة فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات وتذليل السعاب سعيا لتسهيل رحلته للعاصمة السنغالية دكار من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناص تذكرة العبور إلى بطولة تأس العالم 2022 يأتي هذا القرار في إطار دور شركة برزنتيشن الداعم لرياضة المصرية ومسندتها المستمرة لقطاع القرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تيتي أنطونيو وزير خارجية دمهورية أنجولا وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية إلى جانب أنا باولا وزير الشباب ورياضة الأنجولية وصفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس جواو لورنزو مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك وكذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات كما أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي والرئيس لورنزو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز أليات العمل الأفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الأفريقية من جانبه أعرب أنطونيو عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي ناقلا رسالة خطية من أخيه الرئيس الأنجولي والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للرئيس عبدالفتاح السيسي في معالجة القضايا الأفريقية لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك خاصة على صعيد الاتحاد الأفريقي وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية خاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين وبالتنصيق مع الجهود القارية ذات الصلة لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة إيف مسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والترمية المستدامة بجمهورية الكنغو الديمقراطية وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الوزيرة الكنغولية نقلت رسالة إلى رئيس السيسي من الرئيس الكنغولي فليكس تشيسكادي تضمنت الإعرابة عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكنغو الديمقراطية كما أعرب الرئيس الكنغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي للدفع بالأجندة الأفريقية في إطار قضية تغير المناخ وذلك بهدف دعم الموقف الأفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الأفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الأفريقي مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل خطوة محورية لحج الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ من جانبه نقل الرئيس السيسي تحياته إلى أخيه الرئيس تشيسيكيدي مؤكدا مواصلة مصر دعمها ومسانداتها للقنغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنصيق والدعم المتبادل كما أكد الرئيس السيسي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الأفريقي والدولي خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفريقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنصيق وحجد الدعم اللازم لدول القارة الأفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل مع الأثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الأفريقية ولصالحها وذلك لضمان خروب قمة شرم الشيخ بنتائد متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لموادهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شاهد مناقشة أفاق دفع الجهود الأفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ وعودة للمباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني والسنغالي في إيابة تصفية أفريقيا لكأس العالم تنضم إلينا جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة وذلك لرصد تحضيرات واستعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة اليوم ورصد توقعاتهم جرمين طبعا بعد التحية هل تضعينا في الصورة لديك الآن ساعات قليلة قبل بداية المباراة؟ كيف هي الاستعدادات؟ نعم إلهام بالفعل نتواجد في مركز شباب الجزيرة في متابعة للاستعدادات الأخيرة لمشاهدة المباراة الهم الحاسمة المنتخبن الوطني في مواجهة الإياب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين بدأ يعني الاستعداد ووضع شاشات العرض داخل مركز الشباب وبدأ توافد يعني المواطنين بالأعلام المصرية حتى قبل ساعات من انطلاق المباراة لمشاهدة هذه المباراة الهمة والمصرية في أجواء حماسية هنا داخل مركز شباب الجزيرة حتى وإن كان الوقت مبكرا قليلا ولكن في النهاية هي مباراة همة لكل المصريين وكان لها استعدادات خاصة من منتخبن الوطني الذي خاد الأمس المران الوحيد على ملعب المباراة في العاصمة السنغالية دكار وسط سرية كبيرة فردت على هذا المران خاصة أنه من المقرر أن يتم الدفع بعناصر جديدة لم تشارك في المباراة الأولى نظرا لحالات الإصابة والإقاف لكن كلنا تبعنا أمس أيضا المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير الفني المنتخبنا الوطني كارلوس كيروش والذي أكد فيه على أن اللعبة أو اللعبين سيقوموا ببذل كل الجهد من أجل الخروج بين هذه المباراة فائزين وأنه يعني يحترم منتخب السنغال وهو منتخب قوي ولكن لن يسمح له با الاستحواذ في هذه المباراة الهمة فالمنتخب الوطني ذهب إلى السنغال من أجل الفوز ليكون الفوز ذهابا وإيابا والوصول لكأس العالم عن طريق بوابة منتخب السنغال يعني أيضا المنتخب الوطني بيخوض المباراة بأزياء الرسمي بأتشرط الأحمر والشرطة الأسود والجوارب البيضاء ويعني دعيني إنهام أيضا أن أذكر لك أن المقابلة واللقاء بين منتخب المصر والسنغال في السلغين هو ليس اللقاء الوحيد فسبق وأن ألتقى المنتخبين في ثلاث مبارايات كانت تعادل في مباراةين والفوز للمنتخب السنغالي في مباراة وحيدة يعني نتمنى إن شاء الله ونأمل وكل المصريين يأملوا أن الفوز يكون في هذه المباراة المنتخبنا الوطني والتأهل لكأس العالم كل التمانيات للمنتخب المصري بالفوز ومشاهدة ممتعة للميع المصريين لهذه المباراة الهمة جزيل الشكر لك أيضا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة هذا ورصدت كاميرا التلفزيون المصري في عدد من المحافظات أراء وتوقعات الجماهير حول مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سواقات اللي هي ممكن طيبا ممكن يخلص واحد واحد اتنين واحد يعني احنا فوسطنا نحن نجيب جون حاجات كويسة أنا أتمنى كل التوفيق للعبة ويعدوننا زمن كدن حسن شحة أتبارك الدفاع يكون منظم أتبارك خط الرزق يكون عنده تنوع في التوزيع إن شاء الله صلاح يجيب جون وإن شاء الله نصعد الكاس العالم إن شاء الله بإذن الله هنكمل مسارتنا للصعود إن شاء الله الكاس العالم ونفوز اتنين سفر إن شاء الله في المتش الجاي ويبقى النتيجة تلاتة في خلال المتشين وإن شاء الله إحنا وراكه وكل بيت في مصر وراكه وإن شاء الله كلنا هنشجع مصر نرحين كلنا ورا المنتخب بنشجع المنتخب بندعم المنتخب بنقول يا رب مع المنتخب من السنغال بإذن الله نوصل كاس العالم نفوز هناك واحد سفر إحنا فرينا كويس ومتميز وأقل حاجة يعني المفوزناش واحد سفر إن شاء الله هنحافظ على إيه على التعادل بحيث ما إيه ما جموش في نجوان ولا نجم فيه نجوان إن شاء الله إحنا لازم نبتدي بخطة دفاعية ونلعب على الهجمات المرتدة لأن أكيد السنغال هتفكر تكسب إن شاء الله مصر هتكسب 2-0 واللي هيدخل لجوان محمد صلاح إن شاء الله هنكسب 2 علشان نصعد على حساب السنغال تاخد مننا تصفيات أمم أفريقيا إنما إحنا نصعد كاس العالم على حسابها إن شاء الله من هيجيب اللجوان إن شاء الله أتوقع أن محمد صلاح وإن شاء الله أتمنى أن محمود حسن ترزيجي يجيب الجونت تاني بإذنك يا ربي كده انتخب مصر يكسب 2-0 محمد صلاح إن شاء الله مصر هتكسب 1-0 وتصعد لكاس العالم إن شاء الله إن شاء الله نكسب عشان نصعد لكاس العالم ده تبقى فرصة طوان جميلة جداً إن شاء الله مصر تكسب يعني اثنين واحد إن شاء الله مصر هتفوز إن شاء الله بإذن الله هتفوز إن شاء الله واحد صفر واحد واحد إن شاء الله أو واحد صفر لمصر إن شاء الله وصلاح أو النين بإذن الله بإذن الله الفوز يبقى حليف الفراعنة ومرد أفريقيا يرجع أمجاده تاني وإن شاء الله الفوز يبقى حليفنا وبإذن الله أنا متوقع النتيجة واحد واحد إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله الفوز يبقى من نصيب مصر بأمر الله والتأهل لكيس العالم واللعابة تقدي أداء جيد ويجتهد إن شاء الله في المواتش هو ده أهم حاجة العامل الرجولي إن شاء الله بإذن الله هنكسب هناك زي ما كسبنا هنا إن شاء الله يعني إن شاء الله كده محمد صلاح ينصرنا زي ما نصرنا هنا بإذن الله ونلعب هناك أكننا بنلعب مش 11 لعيب ده 22 لعيب وال110 مليون وراهم إن شاء الله وهيبقى عالم في كل بلكونة وعالم في قيد كل مشجع وإن شاء الله نرجع من هناك منصورين وإلى كطر إن شاء الله في كاس العالم هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلولي الشهر رمضان المعظم وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسماء آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية لرئيس سيسي بحلول هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية كلها وليضيء به طريق الحرية والقرامة والمسواة والحياة الكريمة وعبر مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المبارقة على رئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته وأن يحقق الشعب مصر العظيم ما يصب إليه من تقدم وازدهار وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار بعث المستشارة دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأضاف رئيس مجلس النواب أنه ينتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة يؤكد أن مجلس النواب المعبر عن أمال الشعب وطموحاته يبارك خطى الرئيس السيسي وما تم من إنجازات ظاهرة جلية يعلو بها البناء كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وفي برقيته أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص الثهاني وأطيب الثمانيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم الذي اقتصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمني والبركات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري وأوضح المركز أن جميع الشركات العاملة في خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص بزاولة مسبق من البريد المصري مشيرا إلى أنه لا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به ونشد المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها مشددا على أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم كل من الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية في إطار التواصل مع روادي مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وأوضحت وزيرة الهجرة أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم توطين الصناعات المختلفة في مصر ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن مضيفة أن كافة المقترحات والتوصيات التي شهدها اللقاء سيتم بحثها مع الجهات المعنية للخروج بإطار واضح لتعظيم التعاون مع الخبراء والاستفادة من جهودهم افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال المحطة الوسيطة الثابتة لنقل المخلفات بحي المطرية وذلك بتكلفة تقدر بـ 17 مليون جنيه هذا وأكد شعراوي أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والتعاون الجيد مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن مضيفا أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي وأشرت الوزارة إلى انخفاض معدلات التردد والحرز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي فضلا عن انخفاض نسب إجغال الأقسام الداخلية والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري مؤكدة الانخفاض المستمرة لتلك النسب بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ انتهت أخبرنا وبقي تذكير بالعنوين الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجيال قطر ويؤكد ارتباط أمن الخليد بالأمن القومي المصري الفراعنة في مواجهة مصرية أمام السنغال اليوم بحثا عن حلم الصعود للمنديال في أحدث جولات التفاوض أوكرانيا تطلب ضمانات روسية للموافقة على وضع الحياد إذن انتهت تنشرة الثالثة شكرا للمتابعة إلى اللقاء